عبدالله السعيد يا جماعة انا راجل مبهور بعبدالله السعيد ولاقه بالغ يعني مش الكلام اللي هو ايه تعالى الكلام عندي مفهول كلام كبير انا مبهور بواحد عنده او ماشي في الاربعين سنة بيلعب في مركز صعب جدا محتاج مجهود بدني كبير جدا بيدافع ويهاجب بنفس القدرة فارق مع فريقه الزمالك لعب السوبر المصري وقابله السوبر الافروكي وقابله مطشاط دولة ابطال افريقيا بيشارك بيقدي بيلعب 120 ديئة كاملة عادي امبارح زيزو بكل القدرة ربنا يعني يحمي كل اللعبين مش بقول انه زيزو ضعيف زيزو قوي جدا بدنيا بس زيزو اتصاب عضلي ناصر ماهر اتصاب عضلي اكتر من اللاعب في الزمالك بسبب الضغط بتاع المباراة في الفترة الاخيرة بدنيا جالهم الصباط عبدالله السعيد مكمل التسعين ديئة امبارح ومؤثر حتى الثانية الاخيرة في المباراة مؤثر جدا مدهش يا جماعة عبدالله السعيد جاهزيته واخلاصه في شغله تركيزه في شغله تركيزه في التدريبات عشان يفضل محافظ على الشكل البدني المهارة كده كده موجودة عند عبدالله السعيد الزكاء التكتيكي في الملعب دايما اقول انه ما فيش لاعب في مصر خلال خمستاشر سنة على الاقل بنفس القدرات الزهنية والزكاء اللي عند عبدالله السعيد في ارض الملعب واسأل اي مدرب في مصر هيقولك عبدالله السعيد هو اسكى لاعب تكتيكي في مصر كلها فيه لعيبة عظيمة بالجملة فيه اسماء هيلة وانا مش بقول عبدالله حسن من حد انا بتكلم على الزكاء التكتيكي اللي المدرب بيحبه لو امتى هغط دفاعيا امتى هشتغل هجوميا امتى هرمي الباص بشكل معين امتى هطور الهجمة امتى هنقل الهجمة امتى هنزل للمدفعين ااخد الكورة امتى هجي عند اتنين لعيبة مثلا مسكني واجي من ظهروه ما استلم الكورة فيش وقت تفاصيل كده بيعمله عبدالله السعيد المدرب هو قاعد برا ما اقدرش استغنى عن ده بالزيد استغنى عن اي احد اقل له عبدالله السعيد مدهش ورائع ربنا يديله الصحة والعافية انه يكمل له اكتر واكتر واكتر تستمتع دائما بعبدالله السعيد واخلاص عبدالله السعيد في شغله وعمله صراحة يعني مثال وناموذج حقيقي ده اللي يحتزى به حقيقي يعني دي حكاية